هذا والتقى اللواء الركن سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أعضاء اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع وأشهد سموه بحسن التنظيم وحجم المؤتمر والمعرض بمحتوياته من العروض للآليات العسكرية والنقاشات خلال المؤتمر وأكد على أهمية إثراء جلسات المؤتمر التي أعطت بعدا جديدا على مستوى المؤتمرات في مملكة البحرين وأكد سموه أن المدعوين والحضور من كبار القادة والخبراء العسكريين وممثلي كبريات الشركات المصنعة لمعدات وأنظمة الدفاع العسكرية أعطوا ثقلا واضحا كما أشار إلى عدد الشركات ونوعية المعرضات التي جذبت المهتمين بكل نجاح من جهتهم شكر أعضاء اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الإشادة وأكدوا استمرارهم في العطاء والتطوير بهدف وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول الحاضنة للمؤتمرات والمعارض المميزة وإبراز اسمها كمركز استراتيجي في الحفاظ على التعاون والعلاقات الوثيقة بين الحلفاء الإقليميين والدوليين ترجمة نانسي قنقر